موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في وصفة مريم وصفتنا لليوم هي ظلوع الخاروف في الفرن لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجب وتفضلوا نشوفوا المغادر اذا هنا عندي ظلوع الخاروف يعني الجهة تحتانية من جهة الكوتلت لاني وجدتهم كما راكم تشوفوا بالنسبة للتتبيلة عندي بصلة صغيرة مطحونة رقيق بزاف وعندي زيت مخلط مع زيت زيتون بالنسبة للتوابل كما راكم تشوفوا عندي هنا توابل خاصة بشواء عندي زعتر فلفل احمر كمون كمون كوركم وفلفل كمون كمون احمر كمون مع الزعتر ونضيف خليط زيت وزيت زيتون لما يحب زيت زيتون يكتفي برك بشوية زيت ونحتاج كذلك ملعقتين من سلسلة الطماطم ونحتاج توم توم هنا عندي فص صغير كما راكم تشوفوا ملعقتين ملعقتين صغير كبار عفوا من سلسلة الطماطم ونحتاج هنا عندي سلسلة بغبيكيو يعني اللي في فرنسا اكيد كاينة ستجعله ملعقة كبيرة لا تكترش بزاف واللي في الجزاء لا يقدروا يلقاوا هاد سلسلة بغبيكيو يقدروا يستغنوا عليها هنا راح نجيب هنا كما راكم تشوفوا التتبيلة هي وجدة راح نجيب موس باش نعمل تقوب باش اللحم هادا يتشرب كامل تتبيلة ويجيكم بنين اذا بعد ما تتبلوه راح تدخلوه اكيد للثلاجة من ساعة احترب عسوائع باش يتشربوا مليح لكن ليلة كاملة راح يكون احسن يعني قد ما يقعد قد ما الحم تحكم يتشرب هادوك التوابل ويجيبنين اذا الفرن تحكم راح تصخنوه على اعلى درجة حرارة اللي راح تطيبوه فيه لمدة مص ساعة من بعد تنقصوه على ميتين درجة ودخلوه يكمل طياب لمدة ساعة واحد اخرى هنه 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 هنكمل طيب الكامل هادو الضلوع ويجيبنين بزاف يعني اجل يعني هدى فكرة لكي نديروا هادو الضلوع ويجيبنين بزاف ايذا هنه بعد مرتاح وكامل كما راكوا بتشوفوا حطيت اليومنيون في الاول من بعد حطيت بابيك بيسون هو الورق الزبدة وراح نغلفهم نغلق عليهم ومليح هذا الطابق رفقته مع بطاطا كذلك محمرة شفتوني التتبيلة بقتلي شوية داخل هذك الطبسي وش ديروا قطعوهما البطاطا لمرباعات هونلا وديروهم داخل هذك التتبيلة تبلوهم بهم زيدو لغبرك شوية ملح كذلك ديروهم نفس الشي غلفوهم كما نغلف هكا الحم وحطوهم في نفس الصينية اللي يديرو فيها الحم وخلو البطاطا التحكم تتحمر يعني هي طريقة سهلة جدا نغلق عليهم ليح والان هنحطو في صينية وندخلها للفرن كما سبقت وقتلكم على اعلى درجة حرارة لمدة ساعة من بعد اعلى مئتين درجة لمدة ساعة تانية وراح تشوفو طبق تعنا الجهاز هنا اكيد لم يطبح تقطعوهم بهذا الطريقة وما يجوب النان بزاف وخاصة البطاطا اللي مرافقتهم بنفس التتبيلة يجيها يجو هايلين نتمنى انكم تجربوهم بهذا الطريقة ويعجبوكم وقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة